موسيقى موسيقى بسم الله والصلاة والسلام عليكم اسمي فاز مشهدي من حلاب طالب علم الشيخ سؤالي عن الصيرات المستقيم المذكورة بصورة الفاتحة والصيرات يوم القيامة يعني هل فيه فرر بيناتهم السؤال الثاني نفس القصة انه فيه ناس تحكين عن يوم القيامة الصيرات كفوق النار وملائكة ضد العالم وعالم تمشي رجل انت خايف لا يعني السؤال اني نعرف بسم الله الرحمن الرحيم طبعا مسألة عقدية اولا اهدنا الصيراط المستقيم ما لوا علاقة بالصيراط في الاخرة اهدنا الصيراط المستقيم طريق المستقيم هو الاسلام ما هو صيراط الذين انعمت عليهم الآية عم تشرع لك بدل صيراط الذين انعمت عليهم يعني صيراط المؤمنين يعني طريق الحق يعني القرآن الكريم هذه اول آية في سورة لانه السورة اللي بعدها فورا ذلك الكتاب يعني هو الصيراط المستقيم لا ريب فيه هدان للمتقين القرآن عم يشرح بعضه بشكل واضح وجلي فالصيراط المستقيم في الفاتحة ليس الصيراط في الاخرة ما له علاقة هذا صيراط يعني الطريق الصحيح الطريق المستقيم طريق الحق الذي لا يعني عوجاج فيه تمام وهو القرآن الكريم اما الصيراط في الاخرة ورد بحديث صحيحة الصيراط في الاخرة ومن امور الغيبيات ان هناك صيراط سيعبر عليه المؤمنون على متن جهنم احد من الشعر وادق من السيف او احد من السيف وادق من الشعر وإلى آخري بهذه الصفات هو الصورة احبابنا الصورة يعني فيها رهبة وفيها يعني يعني تخويف كبير جدا حتى يعني وبالشروح بيزيدوا بيزيدوا الطين بالله يعني بالشروح بالشروح بيطلعك الشيخ انه ولا واحد حينفود هو بس يمكن ينفود او اذا فيه تقوى بيلك والله يتوب علينا يمكن انا ما انفود اذا كان ليش الله حاطت تصير كلها اتمنى مشكلة والله يعني ليش يعم تصوروا انه الله حاطت الناس من الفرم على الفررامي ضغري كله على الفرم مؤمن كافر كله المؤمن بالزنوب حينفرم والكافر بالكفر حينفرم ما هتصفي حدا يا حسرتي بس الانبياء بدون ينفدوا يا حسرتي علينا لك ليش هذه الصورة المرعبة عن الله والله الله حلو ولطيف احكي لكم بطريقة عامية يعني الله سبحانه وتعالى ارحم بعباده من رحمة الام برضيعها احاديث الرحمة ما اوسعها وما اكثر هذه الاحاديث يا اخي الله يرضى عليك في صراط نؤمن بانه في صراط السر مو بالقضية احد وادق لا ندري يوم القيامة قد تكون هذه الاحاديث وحتى في كثير من الاصحاب الفكر الماتوريدي الاعتقاد الماتوريدي بيقولوا بها الكلام انه اغلبها هاي قد تكون لها معاني مجازية عن الحساب مثلا الميزان بيقولوا ما هو كفتين صحيح ولا كفة واحدة ولا كفة الكترونية يعني هاي قضية يعني قضية عم يحكوا ويشرحوا والنبي عم يخاطبهم على قدر عقولهم ما كان عندهم الا الميزان بكفتين وبيد واحدة بينحمل بعدين صار بدون ايد لحاله بعدين صار كفة واحدة بعدين هلأ الكتروني معقول والحد الان مشارحي العقيدة في زماننا بيشرحوا انه لأ كفتين وبيد واحدة بينحمل طيب يعني شو نحنا تطورنا وتحدثنا اكتر من يوم القيامة الله ما عنده هالتطور اللي نحنا صنعناه يعني شو الاحتي نحنا عنا صار الموازين الكترونية ثم شو بده يزين قاله الاعمال بتصير احجام وبتتحجم وبينحطوا الحسنات والسيئات كل هذا الكلام بعيد جدا عن الواقع الحقيقة الميزان هو العدل وهناك كثير من العلماء ما قال ذلك وهذا الكلام الصحيح الميزان هو العدل يعني ان الله عز وجل سيقيم العدل العدل المطلق ابدا ما في شيء سيعني يكون اي شيء من الظلم ابدا هذا هو المعنى يعني سيحاسب الانسان يوم القيامة على اعماله بعدل تمام هذا معنى الميزان الصراط انه في عالمة جهنم في صراط بدك تمر عليه قد يكون حقيقة في صراط سيمر عليه لكن المؤمنون سينجون قولا واحدا ليش اسمه مؤمن لك انت هلا مؤمن بالصراط يوم القيامة بدك توقع انت موحد تقول لا اله الا الله وحمد رسول الله بدك تقع لا يعني بيصوروا دائما بتخويف بيظنوا انه اذا خوفوا الناس يمكن من قبل كانت الناس اذا خوفتها تنزجير هلا اذا بتخوفها بيتمصخار وبيعوج حنكو وبيكفور بي الله كله حقيقة هي هيك الناس صارت اليوم ما عد في شي اسمه تخويف ففي حاكيني على حاكيني من هون من هون حاكين حاكيك من هون يوم القيامة في حساب الله سيحاسب الناس كلها لان الله عز وجل أحكم الحاكمين ولا يقبل بالظلم ايه والله كلام عقلاني بد يكون حساب على كل أعمالنا والله كلام عقلاني ومذكور في القرآن انه في حساب وفي جنة وفي نار كلام عقلاني قبل أن يكون نصف القرآن هو كلام عقلي صحيح تهد هالتفاصيل تصور أنه المؤمن حطبي بالجهنم وأنه المؤمن بده يفوت 40-50 مليون سنة البعدين بيطلع على الجنة وحميد الله إذا طلعت يا رب يدخي لك صلوا على الحبيب المصطفى صلوا على الحبيب المصطفى صلوا على الحبيب المصطفى يعني هيك الله هلأ هيك صار هي شان أنه عمل هالزنب الصغير أو هالنظرة أو هاللمسبة صغيرة وكذا ويا لطيف راح فيها فهذه الأحاديث قد يكون لها معنى مجازي بالنسبة للميزان أنا بعتقد أنه مجازي من لوح المحفوظ بعتقد أنه مجازي هذه المعاني بعتقدها أنا شخصيا مجازية الصراط قد يكون في صراط قد لا يكون نحن نؤمن يعني نؤمن بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام بالمجمل التفاصيل صعب أنه نعرفها لأنه غيبيات هذه أمور غيبيات بالمجمل نؤمن بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وهي قضية غيبيات أحد من الشعرة وأدق من السيف بيجوز يجيك واحد يقول لك إيه في أنا بعرف واحد بيمشي على الحبل بالسرك هذا بيمفود يوم لقيمة قالوا لي إياها باله المرة طب والله من المزبوط يعني إذا بيعرف يمشي بيمفود لا الله بيوقعوا هذا القضية ما قضية أحد من السيف وأدق من الشعرة ما القضية هيك القضية قضية اختبار إلهي في شيء اسمه اختبار إلهي أنت إله في قبل ما تفوت على الجنة يمكن في شوية تفركة إذن في يعني تخويف شوية بعدين مشان تشوف الجنة حلوة كتير أما إذا واحد من الموت على الجنة ضغري ما بيلاقي إلا لزة مثل إذا شاف عانى الأمرين وبعدين دخل دخل الجنة ما هيك ولا لا ما هيك ولا لا شيء طبيعي يعني فوالله أعلم فنحن يعني مشكلة المسلمين نعود نفس الفكرة اللي دائما تحدث عنها بيهتموا بيعني بتفاصيل دقيقة جدا وهي ظنيات كلها وبيبنوا عليها قضايا وبالشروح بيوسعوا أكثر وأكثر وأكثر والوعز على المنبر أكثر من الشروح ها والله إذا بتفتحوا فيه خطب بتسمع خطب جمعة ما بعد أن لو بتكون صديق الأمة والله لا تفوت على الجهنم وتاكل أتل وتاكل أتل شو اسم الصحابي اللي ضاق عليه القبر سعد سعد بن معاذ يا لطيف كصحابي وشاهد مع النبي وحكم مع اليهود وقال له حكمك حكم الله عز وجل فيهم يا لطيف شو في بالآخير شو اختلطت أضلاعه يا ربي ضخيلك نحن شو بتصير فينا قد تفعل هذه الأمور ردة فعل على المؤمن يعني الحق معه إذا سعد هيك نحن شو ولأ والنبي واقف على قبره وعم يدعيله كمان لا والله اضخيني والله العظيم اضخيني وليش لأنه كان يبول الجمال ويتطرش ببول يا الله وين رايحين امتوا ويطلعوا تأليفات ويشروحات لك يا أخي القصة كله يعتموا صحيحة وخلص خلص يتخلص مع السلام الله قال من المؤمنين رجال وشهيد هو رجالهم ضربوا بسهم واستشهد بالمرض بالإصابة من المؤمنين هاي القرآن عم يقول رجال صدقوا ما عادوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلك شوف القرآن عم يقول لك قطع بتعل أولئك مع الذين نعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق هذون بدون يتعذبوا شو هالكلام من سبت الحديث ومن وسع ومنحكي 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 وكأن القرآن مو موجود كأن أصول القرآنية مو موجودة سوينا الصحابة بجهنم والصديقين بجهنم لأنه أقل من الصحابة وكل الناس على جهنم ليش والله الإنسان معت يأمن على نفسي يعني بصير قال مشان عم نعملها كيك مشان تفتقر إلى الله يا أخي نفتقر إلى الله بغير طريقة نحن أنفاسنا بيد الله أجباري متفتقرين إلى الله بكفي تفهم الناس الكلام ما في داعي تألف قصص وخيالات ووعاز يألفوا قصص وينفروا الناس من الله وينفروهم من الدين لأجل فقط إيش يسبتوا هذا الحديث أو فكروني يعني عم يعملوا شيء بالدعوة إلى الله هيك بيظنوا هذا الكلام ولا حول ولا قوة إلا بالله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر